شوية هوا حلوين كده ناخدكم فيها ونطلع إلى العالمين استمرار فعاليات مهرجان العالمين الأكبر في عالم الترفيه في الشرق الأوسط طبعا منظر العالمين أساساً أبقى سعيدة جداً وأنا دخلة من ودي النترون بشوف كده الأبراج من جوة يعني من وينت لسه في الطريق بتبقى حاسس كده أنه في بهجة حتقبلك والأنوار والحقيقة حاجة جميلة المهرجان طبعا مهرجان بدأ ومكمل وفعالياته يومية خلينا نروح لمراسلنا وزميلنا من التلفزيون المصري محمود جميل وخلينا نسلم عليه محمود موجود في الممشى السياحي في العالمين مساء الخير يا محمود مساء الخير عليك يا شفكي ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان برحب بيكم في مرة جديدة من مدينة العالمين الجديدة في البداية خلينا أقولك طبعا أن حالة التقص هنا حلوة جدا الجو هنا في مدينة العالمين الجديدة جميل جدا بنتكلم في درجة حرارة من 26 ل30 يعني درجة حرارة مئوية فالحقيقة درجة الجو هنا جميل جدا خاصة مع الأجواء اللي موجودة بقى لمهرجان العالمين الجديدة وحالة الازدياد لعدد السائحين والزائرين في مدينة العالمين زي ما أنت قلت إحنا موجودين دلوقتي في الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة وده أهم ممشى سياحي وأهم مظهر طرفيه موجود في مدينة العالمين الجديدة إحنا بنتكلم على ممشى سياحي بطول 14 كيلو متر في عدد كبير من الخدمات الترفيهية والخدمية وبنتكلم على المول التجاري فيما يتعلق بفعاليات مهرجان بقى العالمين الجديدة في دورته الأولى وده انطلاقة قوية جدا للمهرجان خلينا أقولك أن يعني إحنا خلاص بدأنا النهاردة الإسبوع الثاني من فعاليات المهرجان الإسبوع الثاني النهاردة بدأ بعرض للطائرات ثم كمان التجهيزات واللمسات الأخيرة لانطلاق حفل الفنان تامر حسني أنا بكلم حضراتكم دلوقتي وعلى شمالي العالمين أرينا دي المنطقة اللي هتشهد حفل الفنان تامر حسني بكرة إدارة المهرجان أعلنت على أن فتح الأبواب طبعا هيكون من الساعة 4 العصر لحد الساعة 9 مساء تقريبا خلاص يعني التذاكر نفذت ما فيش جير أعداد محدودة جدا من التذاكر اللاستيتج تقريبا خلاص تم الانتهاء منه أعمال الإضاءة والإنارة كمان تم الانتهاء منها فده هيكون أول حفل فني من الحفلات الفنية والفعاليات الفنية الموجودة في مهرجان العالمين الجديدة ده غير أن احنا هنبتدي بعد كده باقي الفعاليات الفنية عندنا يوم 27 يوليو هيكون حفل الفنان أحمد سعج وكمان هيكون بعد كده باقي الحفلات الفنية نانسي عجرم راغب علامة إليسة الموسيقاري الكبير عمر خارين مامشا السياح النهاردة يعني بيشهد حالة كبيرة جدا من الزائرين والسائحين أنا أنا اسمح لي اسمح لي يا محمود كل الناس موجودة هنا بتستمتع بكل الأجواء اسمح لي يا محمود حسألك سؤال لأن أنا شايفة والكاميرا من جنبك شايفة المامشا شباب وعائلات فواضح أن هو بقى كمان يعني حالة حلوة بتجمع العائلة كلها في أطفال في كبار يعني فيه تنوع كبير حواليك يعني هو ده المميز في مدينة العالمين الجديدة يا شافك أنه هو بيجمع ما بين الفئات العمرية والاجتماعية كلها وإحنا على مدار الأسبوع الأول من مهرجان العالمين الجديدة الحقيقة إحنا فعلا شفنا كل الفئات العمرية اللي أنت تكلمت فيها إحنا شفنا شباب شفنا أسر بتستحب أطفالة رجال كبار في السن كمان الفعاليات لما إحنا كان فيه فعاليات رياضية زي بطولة التكبول وجيل التحدي الزهبي كانت المدرجات مليانة بعدد كبير من الشباب والأسر اللي جاية طبعا تشجع لعيبة كرة القدم في جيل التحدي الزهبي وعلى مدار الأيام اللي فاتت إحنا تبعنا هنا في الممشا كل الفئات العمرية والاجتماعية مهرجان العالمين الجديدة بيستقبل كل الفئات الاجتماعية يا شفكي لأي حد يقدر أنه هو ييجي هنا مدينة العالمين الجديدة الممشا السياحي ده مجانا كل الخدمات اللي موجودة فيه كل الناس تيجي وتقدر تستمتع بكل الفعاليات الموجودة والحياة ده هدف مهم جدا من أهداف فعاليات مهرجان العالمين أكيد ومساحته وطوله بيدي أكبر عدد من الناس أنها تقدر تبقى موجودة وشايف الناس كلها بتتحرك يعني بحرية وفيه كده أجواء فرح وواضح أن الشباب بكرة والناس في مهرجان العالمين كله حيغني هتبقى حالة غنى حلوة مع المطرب الكبير تامر طبعا حسني وحتبقى حالة أكيد جميلة الناس بتفضل موجودة للساعة كامة عندك يا محمود؟ لا هنا الناس بتفضل موجودة لحد دوقتي متأخر بالليل يعني بعد كمان الساعة 2-3 بالليل الناس بتفضل موجودة لأن هنا الجو بالليل بيحلو قوي في مدينة العالمين الجديدة يعني ممكن بالنهار النهار الناس بتقضي على الشواطئ يعني عايزة أقولك كمان أن الشواطئ هنا مليئة بالسائحين والزائرين خاصة في الويك اند ده لأن احنا عندنا أجازة طويلة طبعا من النهاردة الحد يوم الحد فعايزة أقولك أن النهاردة كمان الطريق برا والساحل ومدينة العالمين زحمة جدا كمان في طرف المواصلات والطريق لأن الناس فيه أقبال كبير من السائحين وكمان أقبال بسبب فعاليات مهرجان العالمين الجديدة لأن خلاص احنا الفعاليات بتكون طبعا مهمة جدا في الويك اند فالناس بتبتدي النهية تيجي الشواطئ الصبح بتبقى مليانة كلها الناس بتستمتع بالمية الجميلة ولون البحر الجميل اللي موجود هنا في مدينة العالمين لأن طبعا أنت عارفة أن مدينة العالمين بتتميز بوجودها على شاطئ البحر المتوسط نيجي بالليل بقى الناس بتبتدي النهية تخرج وتستمتع بكل الخدمات اللي موجودة هنا في الممشى السياحي بتتصور بيتمشوا طبعا سواء أسر أو شباب من خلف كمان أحد الفنادق الشهيرة الموجودة هنا على طراز معماري كبير جدا وهيستضيف كل نجوم وضيوف فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وكمان المول التجاري المتميز بأنه فيه يعني السماء الصناعية السكاي لايت اللي بيدي ضوء النهار داخل المول فيه كمان بنتكلم في 37 محل تجاري موجود جوه المول فكل الخدمات الترفيهية والفنية موجودة هنا في الممشى السياحي بتتقدم لكل الزائرين والسائحين الموجودين كمان فيه ميزة كبيرة جدا في العالمين أرينا اللي هتستضيف حفل الفنام تامر حسني أن هي موجودة وسط أبراج العالمين الجميلة لأن احنا عندنا هنا في العالمين 15 برج بطول بارتفاع 100 متر عن سطح البحر وكل برج من دول فيه 40 طابق فبالتالي احنا كمان العالمين أرينا موجودة على البحيرات الصناعية أو على كورنيش البحيرات وده كورنيش موازي أو ممشى موازي للممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه بس بيطل على البحيرات الصناعية اللي بتتغذى مباشرة بمية البحر وشاطئ البحر المتوسط الممشى الآخر ده بطول 10 كيلو متر فيه بحيرتين بحيرة شرقية وبحيرة غربية فالحقيقة الجماهير والزائرين بكرة هيتمتعوا بحاجات كتير قوي فعليات كتير قوي فنية مختلفة سواء حفل الفنام تامر حسني أو حالة الجو الجميلة اللي موجودة أو منظر الأبراج اللي هيكون موجودين من حوله أو حتى كمان اللي هيحب يقضي وقته هنا في الممشى السياحي ويستمتع بقى بحالة التقص الرائعة وبجمال وحلاوة مدينة العالمين الجديدة أكيد يعني أنا يعني كل اللي انت بتقوله ده حسيت خلاص نحن عايزين يعني ناخد الشنطة ونيجي نكمل معاك من هناك يعني بشكرك جدا يا محمود واستمتع قد ما تقدر يا محمود لأنه درجة الحرارة عالية جدا في القاهرة فالأفضل خليك في الممشى بين البحيرات والأبراج وإن شاء الله الناس بكرة كمان تستمتع وبقيت أيام المهرجان الخاص بالعالمين بشكرك جدا يا محمود الزميل زميل في التلفزيون المصري محمود جميل من الممشى السياحي في العالمين صيف وأجواء حلوة والحقيقة الحماسي اللي عنده محمود أكيد لأنه المكان حقيقي حلو المكان حلو انت حتى ماشي حتى لو ما دخلتش جوه العالمين لكن بالتالي لو انت موجود في طريق الساحل كل الحاجات بتاخدك والمشهد واضح جدا شمال ويمين العمران اللي بقى موجود ومميز بشكل حديث ويليق بقى بمصر بكيانها الجديد وأيضا شكلها الجديد